بدأت في العاصمة المؤقتة عدن ورشة العمل التشاركية لعداد الخطة الاستراتيجية الخمسية للجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة والتي استهدفت الجهات والهيئات الحكومية ومرظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والمانحة تفاصيل أوفى مع الزميل انتصار عبدالجليل وهذا التقرير بدأت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن ورشة العمل التشاركية لعداد الخطة الاستراتيجية الخمسية للجنة الوطنية للمرأة من 2023 حتى 2027 والتي نظمتها لجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والتي استهدفت الجهات والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والمانحة وذلك لتعزيز مبدال عمل التشاركي والخروج بمنهج عمل استراتيجي للجنة الوطنية للمرأة وإبداء الملاحظات والتوقعات والتدخلات التي نبغي أن تدخل ضمن الخطة الاستراتيجية التهدف الورشة إلى إقراء العمل التشاركي مع مختلف الجهات المعنية سواء حكومية أو منظمات مجتمع مدني أو منظمات دولية معنية بقضايا المرأة سيتم توزيع استمارة لطرح آراء واضحة من الجهات المعنية ستركز على التمكين الاقتصادي والتمكين السياسي والتنمية والإعلام فيما يخص قضايا المرأة سنعمل أن تخرج الخطة بطرح أهداف قصيرة المدى وطويلة المدى تخدم قضايا المرأة اليمنية بشكل عام وتساعد في تطوير بناء قدرات كادر لجنة وطنية المرأة وإضافة إلى إشراك الكوادر ذات الخبرة في الاعداد كيتماشى من الاحتياجات الفعلية حسب الموارد والإمكانيات المتاحة لرفع جودة الخدمات وتحسينها للنهوض بأوضاع المرأة اليمنية ويأتي ذلك من منطلق أن التنمية هي المرأة وسوف يلبي وضع الخطة وأطارها خطة تشغيلها للبرامج والأنشطة كما ستعملوا اللجنة الوطنية للمرأة من خلال إعداد الخطة الاستراتيجية للجنة على المجالات المتصلة بتمكين المرأة اجتماعيا وقانونيا وسياسيا واقتصاديا وعلاميا لتكون قادرة على الطلاع بمهامها وأدوارها المختلفة نحن هنا كرجال نساعد ونساهم بعمل المرأة وتمكن المرأة سياسيا واقتصاديا واقتماعيا لما للمرأة من أهمية ودور بارز في المجتمع وتلعب الدور ونحن نلاحظ أن المرأة الآن لازم تتبوأ مناصب كبيرة حتى توصل إلى صنع الغرار الغرض من هذه الورشة هي تطبيق منهج العمل التشاركي حتى نستطيع أن نضع إطار خطة خمسية فعلية تتناسب مع الاحتياجات وأيضا نستطيع تطبيقها حسب الإمكانيات وحسب القدرات سواء كانت قدرات إنسانية أو قدرات أيضا مادية حضرت عمال الورشة الدكتورة شفيقة سعيد رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة والأستاذ ماجد الشاقري مدير عام صندوق الرعاية الاجتماعية بمحافظة عدم والأستاذ إنسام حيدرة مدير عام الإدارة العامة للتنمية ومساعدة الخابير الوطني لإعداد الاستراتيجية الخامسية لللجنة الوطنية للمرأة والدكتورة إلهام الرشيدي مدير عام الشركة في اللجنة الوطنية للمرأة إنصلاب جليل قناة عدن فضائية من العاسم الموقعة عدن